اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يحكم بعد ذلك على أن هل العملية تصير بصورة جيدة وفي تطور وكذا أو لا هو تغويم والتغويم كما هو معروف هو عملية اجمعتها معلومات عند ذلك نية تهز غرار النجاح أو غيره لذلك التغويم والإشراف يمكن تكون كلمتين لمعنى واحد ويمكن نقول أن الإشراف أو التغويم في الإشراف مهم للآتي لأن الإشراف أساسا ينصب على تغويم المعلم والعملية التعليمية مدام الإشراف أساسا ينصب على تغويم المعلم يجب أن نغوم الإشراف ذاته إضافة لأنه يجب أن يكون الإشراف التربوي نفسه خاضع على التغويم لأنه التغويم يجعل إنسان يستبصر ويعرف إلى أين يسير وهل يسيره في الطريقة المرسوم أم هناك بعض العقبات لذلك تغويم مهم جدا وممكن القول أن الإشراف أو التغويم في الإشراف التربوي يُعنى بالجانب الآتي أول حاجة يُعنى بالمنهج وذلك ذكره كثير من أهداف المنهج إلى تقويم المنهج نقويم الأهداف تقويم الأهداف معناه هل هذه الأهداف جيدة مصاغة بصورة جيدة هل واقعية هل يمكن هذه الأهداف نحقيقه هل هناك إمكانين لتحقيقه هل هذه الأهداف تتناسب والمحتوى بتاع المنهج ذكره في مرات صابغة ثم بعد ذلك في المنهج نغويم المنهج ذاته هل يؤدي إلى تعيق ذهف التربية بصورة عامة تغويم المنهج هل يتناسب مع سنة التلاميذ هل يتناسب مع الزمن المحدد للعامة الدراسي مثال أو الزمن المحدد لتنفيذ المنهج ذاته المنهج هل يؤدي إلى إخراج مخرجات تكون لها دور في تطوير المجتمع مثل أو في سد الثغرات المختلفة داخل المجتمع أو في تطوير الحياة بصورة عامة وتحسينة هل هذه المنهج يتناسب والتطورات الحاصة في المعلومات في غيره التطور العام الحاصل أيضا التغويم في الإشراف التربوي يعنى بالمواد التعليمية لذلك كثير ما يحدث فيها تغيير وتبديل وتكسيف وتنقيصة هل هذه المواد بعدما ننفذها نحقق أهداف العملية التعليمية والمواد ذاتها هل تتناسب وعمارة تلاميذ هل هذه المواد ما صعبة على تلاميذاتهم في أعمارهم هل هذه المواد تكسب التلاميذ الصغافة العامة وتمكن تلميذها من عقيدته مثلا تعامل الاجتماعي في المجتمع وفي الأسرة وغيره ثم يكون تغويم في الإشراف التربوي للمعلمين للمعلم وزي ما ذكرت مرة صابقة أنا المعلم من أكثر الجوانب في العملية التعليمية لفئة تركيز الإشراف التربوي لأنه أساس العملية التعليمية أنصر أساسي فيها لذلك إذا كان معلم جيد ربما ينعقس على العملية التعليمية لذلك زي ما ذكرت المعلم يقوم من ناحية تمكنه المادة من ناحية سلوك ذاته من ناحية احتزازه بمادته وبانتماله منها التعليم وهل هو يواكب تغيرات هل يعمل على نمو ذاته يسعى تطوير ذاته ووجهة أخرى كثير جدا يقوم فيها المعلم التقويم في الإشراف التربوي أيضا يؤنى بجانب البيئة المدرسية البيئة المدرسية أي بيئة التعليم والبيئة المدرسية حكاية واسعة من مبنى المدرسي ذاته مدرسة فيها أفنية ولما فيها أفنية مثلا هل هناك محلات لممارسة المناشطة للمصاحبة للمقرارات الدراسية هل هناك مرافق من ناحية الصحة المدرسية حتى البيئة المدرسية يدخل فيها حتى أسوب الإدارة ذاته في المدرسة هل أسوب تسلطي ولا فيه نوع من الشورى والديمقراطية هل المدير هو قدوة حسنة ذاته المعلمين ذاته والبيئة بصورة عامة الفصول هل الفصل هذا يتناسب حجمه مع حجم التلاميذ التهوية تهوية الإنارة السابور الموجودة جلسة جلوس التلاميذ كل ما يحضب المدرسية خدمات كافتيريا أو أي شيء داخل المدرسة هل هو تناسب والعملية التربية في صورة عامة هل تغييم يقوم التغييم في إشراف تربية بتحسس هذه الدواري أيضا يشمل التغييم في الإشراف التربية برامج الإشراف ذاته البرامج الإشرافي مثال إشراف على معلم مادة إشراف البرامج تدريب مثلا البرامج إشراف إداري هل البرامج هو برامج سليم برامج إشرافي ذاته هل البرامج إشراف فعلا هو حاجة من حاجات المعلمين ولا فرض الإشراف على المعلم يقوم الإشراف البرامج الإشراف أيضا ثم تغويم في الأشراف التربوي يشمل المشرف نفسه يعني يجب أن يسأل المشرف التربوي نفسه أزئلة كثيرة جدا وهي تغويم للنفس نذكر بعض هذه الأزئلة في الآتي مثال ممكن المشرف نفسه يقول هل أبلغ المستويات التي وضعتها لغيري في التمسك بأداء المهنة مهنة التعليم يعني أو التربية وهل أبلغ المستويات في أداء الواجبات في أغاثه وفي الدقة في أداء العمل يعني المشرف حاجة معروفة يطلب من الآخرين يعني المعلمين والمدرواي غيرهم من اللغايمياء العملية التعليمية منه يطلب التمسك بأداء المهنة مثلا وأداء الواجبات بصورة كذا في أغاثه وكذا والدقة ذاته في هذا العمل يسأل المشرف هل هو غضو حسن للناس دي زي حكاية يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لنفسه كان ذا التعليمي تصف الدواء لذي السغامي وزدنا كما يصح به وأنت سقيم أبدأ بنفسك فانهي عن غيها فاذا انتهد عنه فأنت حكيم لا تنهي عن خلق لتأتي مثله عارم عليك كذا فعلت عظيم دي تغييم المشرف لنفسه هل أنا أبلغ المساعدة التي وضعتها لغيره في التمسك بأداء المهنة وفي أداء الواجبات ذاته في أغاثه وفي الدقة في أداء العمل ذاته وإلا أنا بضع لهم حاجة مثالية أنا ذاته ما عندي من الأزئلة التي يجب على المشرف واجتربوا لنفسه وده تغييم للنفس ذاته يسأل نفسه يقول هل أعرف مواطن القوة ونواحي الضعف في المعلمين الذين تقع علي مزئولية الإشراف عليهم أنت تشرب على معلمين هل فعلا يا مشرف يا تربوي أنت يعني تعرف تماما نواحي الضعف والغوة حتى تحاول أن تعالي نواحي الضعف وتحاول أن تعالي أو تدعم نواحي القوة في المعلم لو كان الإجابة لا لا بد أن تعرف وكان بنعم أنت في سبيل التقويم تمشي للسؤال البعض طوالب هل أتيح الفرصة لكل معلم لينمي قدراته الخاصة ولا أنا تسلطي أفرض رأي فرضا ولا أتيح فرصة للنغاش أو لا أتيح فرصة للمعلم حتى ينمي قدراته وكيف تنمي القدرات تبادل الأفكار وبالتعزيز وبالتعطي المعلم بسغل في نفسه ثم تتحلاني يعني يجرب ويمارس العمل هل أنا كمشرف تربوي أتيح للمعلم الفرصة لكي ينمي قدراته الخاصة ولا دائما أنا أفرض عليه رأي ولا أتيح له هذه الفرصة من الأزل المهمة جدا اللي يجب على المشرف ووضعها في الاعتبار عند تغيير نفسه يسأل نفسه يقول هل أشجع المشروعات الجماعية المبدعة وهل أعمل بكل الوسائل المختلفة على السير بها في طريق النجاح مرات المعلمين ربما قاموا مشروع مشروع جماعي في المدرسة أو غير المعلمين يمكن يكونوا آخرين في العملية التعليمية مشروع مبدع هل أغير يعني ولا أدعم أو أعمل على تشجيع المعلمين أهل أبوخص الناس أقول لهذه الفكرة أو هذه المشروع قبل كذا جربناه وما أنا أشجع وأدعم ومفروض أكون أشجع وأدعم ده الحاجة السليمة والصحيحة والموطوع من المشروع التربوي أيضا من الأزل التي يجب أن يزال المشروع التربوي إن تقوله نفسه إزاله نفسه هل أبذل جهدا خاصة أو جهودا خاصة لمساعدة المعلمين الجدد قي يأنسوا إلى المدرسة ويتفاعلوا معها يعني هل أنا بضعب وبيتهد وابزي الجهود حتى أجعل هؤلاء المعلمين الجدد حتى ينسجموا يعني في المدرسة ولا بقول لهم بأدوم توجهات معين وما خلا ما بيجتهد هل أجتهد حتى أطمئن على أن المعلم دخل سنسجم لأنه مرات الانطباع الأولي سيظل مع الإنسان طيلة مسيرته بتاعت العمل لو كان انطباع إيجابي سيكون إيجابيا ويطور العمل ويجعل الإنسان يعني متحمس وإن دافعية والعكس إن كان الانطباع سلبي ربما أثر في طيلة المسيرة المعلم هذه المسيرة التربوية لذلك هل أنا كمشرف تربوي أبذل جهودا خاصة لمساعدة المعلمين الجدد حتى يسلكوا يعني يمسكوا طريقة سليم في العمل هذا أزئلة مهمة جدا هذه أزئلة مهمة إيجاب على المشرف تربوي أن ينزل نفسه حينما يقيم نفسه كذلك نلازل هل أساعد المعلمين أساعدوا في الحصول على المادة التربوية التي يحتاجون إليها ويرغبون في إعدادها إذا كان أنا مشرف تربوي من المفترض يكون خبرتي أكثر وهو أكثر خبرة من المعلمين هل أنا بساعدهم حتى تحصوا عن مواد التربوية المادة التربوية زاتها حتى تمكنوا من العمل التربوي بصورة عامة المهني في طرق التدريس في الاقتبارات في حل المشكلات في التغويم وغيرها من الجوانب الفنية في التربية مادة التربوية ساعدهم ويرغبوا في اكتسابها هل أساعد المعلمين على الحكاية دي من الأزلة برضا هي كثيرة جدا أزلة هل أعمل دائما على أن أفهم المعلمين ولا أنا إنسان طباعي مجرد ما شفت في المعلم أي تصرف أحكم عليه بدون ما أفهم المعلم بصورة سليمة وأعامل على هذا الفهم هل أنا أسعى دائما لفهم المعلم كمش تربوي أنا هذا التغويم النفس أيضا هل أعامل المعلمين أتعاون معهم أو أعاونهم على تحديد مشكلاته وتحليله يعني في بعض المعلمين ربما المعلمين منهم الذي يستحي منهم الصغة في نفسه برضا ما هي تجعله يصدح براي طوالي وفيهم المرات بيشوف العيب إذا كان سأل من حاجة معينة وهي مبديهية مثلا يعرفها هل أنا أشجعهم أعاونهم على أن يحددوا المشاكل وتحليل المشكلات تحليل يا جماعة معناها جمع معلومات وبعد ذاك ربط بعض وتكميل المعلومات ومعرفة الأسباب وكيف هذه الأسباب تفعلت وكذا هل أساعدهم أعاونهم على تحديد المشكلات وتحليل المشكلات حتى يجدوا بعد ذاك له الحل أيضا هل أشجع المعلمين على المشاركة في كل ما يهمهم كالتخطيط مثلا والتنفيذ والطبع هذا أعمال إدارية أنا بزر نفسي هل في تخطيط درسي مثلا أو تخطيط الأعمال المنوط منوطة بالمعلم القيام بها يعني واجبات المعلم هل أساعدهم على تخطيط كيف يقوم بهذا التخطيط لهذه الأعمال والتنفيذ يعني يحول هذه الخطة إلى عمل المشاهد ينفذ يؤدي عمل فعليا وبعد ذاك هل أساعدهم على تغويم مرضو أعماله اللي يقوم بها هل أشجع العمل الجماعي بين المعلمين ولا لا أشجع العمل أقول لكم لا أعمل عمله العمل الجماعي دائما أفضل من العمل الفردي بالذات في التطوير وتحسين العمل التربوي بصورة عامة هل أشجع المعلمين على التغويم الزاتي يعني أنا كمشرف تربوي حينما أمارس أو في موضوع التغويم في الإشارات التربوي حينما يأتي المشرف ويغيم نفسه سؤال هل هو كذلك يشجع المعلمين على أن يقوم وأنفسه يعني يسأل أزل الهوسة الذي لنفسه إنه من يسأله فيها جماعة بعض الناس حتى أمام نفسه ما يكون شجاع حتى أمام نفسه لا يكون شجاعا حتى يحدث معه بصراحة ودائما يبرر حتى للنفس هل أشجع المعلم على تغويم ذاته لأن كل إنسان أدرى بإمكاناته ونقاط الضعف ونقاط الغوة وهو يعني أفضل من يقوم على تقوية هذه النقاط الضعيفة لذلك السؤال هل أنا أساعد المعلم على أن يقوم نفسه التغويم الذات يؤدي إلى تطوير الذات إنسان لو قوم نفسه أو قوم ذاته تقويما حقيقيا في نوع من المواجهة وشجاع مع النفس هذه أول خطوات لتطوير الذات أو تطوير النفس ممكن نقول خلاصة يعني أن التغويم في الأشراء التربوي زي ما ذكرنا يهتم بالمنهج والمواد التعليمية والمعلم ذاته والبرامج الإشرافي والبيئة المدرسية والمشرف نفسه الذي انتهينا عنده بهذا السؤال هو شجع المعلمين على التغويم الذاتي ثم نأتي في موضوعنا الآخر في هذا اللغة هم وضوع معوقات الإشرافة التربوي خدارس قسمنا هذه معوقات الإشرافة التربوي في مجمعات المجمع الأولى ممكن نقول هي المعوقات الاختصادية وهي كثيرة لكن نذكر منها على سبيل المثال من هذه المعوقات الاختصادية المنها قلة توفر الوسائل التعليمية اللازمة لعملياتها التعليم والتعلم وكذلك قلة وجود حوافز مادية للمشرفين والمعلمين وقلة الراتب ومن المعوقات الاختصادية أيضا قلة توافر المكتبات والكتب والمراجع في المدارس وكذلك عدم وجود أجهزة حاسوب وخدمات الأنترنت لدى المشرفين التربويين هذه معوقات التصادية يعني ما في مال ما في مال بفلغالب لتوفر هذه الأشياء إذا كنت قلة الوسائل للتعليمين لازم التعليم والتعلم يعني ما فيه أصلا وسائل ما فيه لماذا لا توجد وسائل؟ لأن الميزانيات المخصصة لهذه الأشياء بسيطة لا توفي بالقدر الأدنى المدارس نوفره حتى نقوم بعمليتنا بصورة المطلوبة للعملية التربوية وكذلك ما في حوافز مادية مشجعة للمشرفين والمعلمين حتى يقوموا بعملية الإشراف أو التجاوم مع الإشراف وكذلك وكذلك قلة توفر المكتبات الكتب والمراجع حتى يرجع لها المعلم حتى والمشرف كمان لأنه فيه مراجع كثيرة تتجدد التربية وتتجدد المعلومات والمؤلفات تتجدد كذلك ما في ميزانيات كافية يعني لتوافر هذه المكتبات أو الكتب الذي يرجع لها المعلم ويطر نفسه وكذلك والإشراف التربوي يمارس أيضا مهامه بالصورة المطلوبة أيضا من المعاوقات الاختصادية زي ما كان ذكرنا عدم وجود أجهزة الحاسوب خلال الحاسوب أصبح من الأشياء الأساسية في هذا العمل تخزين المعلومة والحصول عليها بسهولة وسرعة وكذلك الأنترنت حتى نتحصى على كل جديد ما متوفر في المدارس أو في المؤسسات تربوي بصورة تمكن من تمكن شراء تربية ويؤدي دوره هذه المعاوقات التصادية ممكن نقول لي من اثنين المعاوقات الإدارية من هذه المعاوقات كثرت على أعباء الإدارية على المشرف والمعلم لأن المشرف نعم عنده مهام إدارية لكن لما تختل التوازن على تصبح المهام الإدارية أكثر من اللازم هذا يصبح معاوق وكذلك المعلم المعلم يعني يقوم بأعمال فنية وإدارية وغيرة تربوية المهام الإدارية حينما تكثر أو تكون أكثر من اللازم تعطل أداءه في المهام الفنية وكذا مما يعمل خلل ولذلك يكون عايق من معاوقات الإشرافة تربوية يعني مرات المشرف يعطي المعلم بعض التوجيهات الفنية ولكن الأعمال الكثيرة الإدارية للمعلم لا تجعله يقوم بهذه لا تسهيل له أو تعوق أن يقوم بهذه التوجيهات من المشرف التربوي ويطوير ذاته لذلك من المعاوقات وكذلك من المعاوقات الإدارية قصور التعاون بين المشرف التربوي والمدير في بعض الأحيان تحصل بعض العدوى التعاون الجفة يعني بين المدير المشرف مرات يكون السبب في المشرف التربوي ذاته أو يكون السبب المدير يعني يمكن المشرف لم يدخل المدرسة مدخله ما كان سليم والمدير يشوفه في المدرسة أو في المؤسسة التربوية هو المرجع الأخير والأول في بعض الأحيان ربما تجاوز المشرب أو المدير المشرب وكذا بعدها العلاقة أو التعامل بناتهم ما كان بالصورة الملطوبة أو ما يكون مشكلة لم يتعامل المدير يعني لم يتابع برامج التنفيذ الإشرافية يعني إشراف أمر بعض الأشياء وجه ولكن المدير لم يتعاون في متابعة المعلمين أو كذا حتى يتم تنفيذ هذه البرامج من المعوات الإدارية أيضا قلة الدورات تدريبية لمشرفين التربويين المعلمين هناك يعني قلة في الدورات تدريبية التي تكسب المشرفة التربوي أو المعلم المهارات الجديدة والمهارات المساعدة لأذى الإشراف التربوي وممكن نضيف لقلة الدورات تدريبية فعالية ذاتها كثير من نقيم دورات تدريبية ولكن يغلب على جانب الإعلام أكثر من جانب جماعة الفائدة والفعالية ممكن تكون قليلة في نفس الوقت ماذا جدوها؟ دورة تدريبية مفترض نحن نركز على العيد من الدورة التدريبية هل أكسبنا المتدربين مهارات جديدة؟ هل هذه المهارات انعكست على ذات تربوي بصورة أفضل؟ من المعبقات الإدارية أيضا ضعف الوعي بمسؤولية العامة لدى بعض المشرفين التربويين الوعي قصد ما يعني مسؤوليته يعني لا يتحمل مسؤوليته بصورة جادة الذي يكون واعي من مسؤوليته يكون فاهما الهدف العام ويتفانى حتى يحقق أو يؤدي مسؤوليات الواجبات وهي وسيلة بها يحقق هدافه لكن في بعض الأحيان إذا كان في أقل عايق ممكن المشرفة التربية لا يمشي في المدرسة يقول لي يا أخ مالقيد كذا وهذا دين عكاس لعدم الوعي حقا بالمسؤولية العامة لأن الإشرافة التربية حاجة أساسية أو موضوع أساسي يحسن العملية التعليمية إذا كان هناك ضعف الوعي بهذه المسؤولية يكون عايقا كبير جدا إجماع من عبايق الإشرافة التربية أن يؤدي مهامه أخذ دارس من المعروغات نقول لي من ثلاثة المعروغات التربوية المهنية الفنية دي منها عدم تنفيذ بعض المعلمين لتوجيهات المشرفة التربوي في بعض المعلمين ما أقول ماذا ننفيذ ولكن ربما أهمل هذا أو لم يهتم أو لم يضعه في أهميته في أوليبياته دعيق لأنه لو ما كان في تعاون بين المعلم والمشرف لا يستطع المعلم أن يؤدي دوره أو لا يستطع المشرف أن يؤدي دوره في الإشرافة التربوي أنا كمشرف ممكن أوجه إذا كانت توجيهات حول المعلم إلى أعمال ممكن بعد ذلك أن أجي أقول أشرفته وغيم المردود وكذا لكن حينما لم ينفذ أو لا ينفذ المعلم توجيهات يكون عاية غير كبيرة جدا من عظاق العمل الإشرافي الذي في النهاية بغومه نجي نقول حسننا أو لن نحسن عملية تعليمية من المعاوضات التربوية مغاومة الكثير من المعلمين للتغيير والتجديد في كثير من الناس لا معلمين فقط ولكن في شدة المجالات لا يحبوا التغيير والتجديد وممكن يقول لك الباب اللي يجيب الرح سد ويستر يعني إحنا هما شينوا شغالين في الحمد لله الحكاية هذا لماذا التغيير حتى تأتينا بالمشاكل وكذا لذلك كل تغيير يا جماعة وكل تجديد لا بد أن تجد من يقاومه لذلك في بعض الأحيان يقاوم المعلم المتعوي على نمط معنا وطريق معنا في تدريسه في عمله الطريقة الجديدة التغيير بصورة عامة أو التجديد ودعاق كبير جدا أيضا المعابقات التربوية والمهنية أيضا منها عدم قناعة المعلم بتوجيهات المشرف في بعض المعلمين بفتكر نفسه واكسر خبرة من المشرف التربوي أو ربما وجه المشرف توجيهات معينة والمعلم ما مختنع بها بعد ذلك إما أغنع معنا لا ينفزها أنا ما مغنع معنا لا مجدية ما مختنع بها وشيء ما في جدوى لهذه التوجيهات أو هذه الأساليب أو كذا من المعابقات الإدارية برضو عدم تنويع أساليب الأشراف التربوي عدم التنويع في الأساليب قبل نحن قلنا في الأساليب الجماعية أو الأساليب الفردي أو في المحاضرة الفاتحة وقلنا هذه الأساليب الفردية أو الجماعية داخل كثير من الأساليب أيضا إذا كان ما نوعنا الأساليب الأشراف ربما كان هناك ملل يحدث الملل من المعلم أو المتلقي للبرامة الإشراف التربوي ويكون عايقا أن يستفيد منه لأن الملل يشتت الانتباه ويجعل الإنسان معه يدافعية لأن يتعلم ويحسن أداء وكذا وربما كان هذا عدم التنوع والروتين والتكرار في البرامج الإشرافي ربما كان سوابا أو عايقا أن يؤدر الإشراف مهامه في المعاوات الإشراف أيضا المعاوات الاجتماعية والبيئية وذي فيها كثير من الجوانب منها مثال ظروف العمل غير المريحة بيئية العلاقات العائلية مرات برضا من المعاوات الاجتماعية اختلاف جنس المشرف والمعلم برضا جماعة من العوائق مرات يكون المشرفة مثلا مرأة وما احترامنا لأخواتنا المشرفات وكذا وين عندنا الخبرات ولكن مرات في بعض الناس بيفتكر أنه توجهوا مثلا امرأة أو حتى تكون هي امرأة ولكن المشرف الرجل يمكن برضو ما تستجيب مرات الاختلاف الجنس ربما كان عايقا من العوائق الاجتماعية وجود خلافات جهوية وقبلية مرات بين المشرف والمعلم والمعلم المشرف والمشرف والمدير ولا غيره ربما كانت نحن في النهاية بشر نحن أهل التربية برضو بشر يعني فينا عيوب المجتمع فينا سلبيات المجتمع إجابيات المجتمع ربما تأثرنا برضو بالحكايات دي وهي حكاية ما مرغوبة وما مطلوبة أصلا لأن هذه مزولية ما الله سبحانه تعالى قبل أن تكون مزولية ما من الرؤساء أو أهل التربية بصورة عامة هي مزامة الله يجب أن نبعث هذه الأشياء تماما خلافات جهوية وقبلية حتى اختلاف الجيز أو غيره أو العائلية حتى العلاثة العائلية لا بد أن نتعاون لموضوعية في هذه الأشياء كذلك من المعاوضات الاجتماعية والبيئية ممكن أن نقول صعوبة التواصل بين المشرف والمعلم الصعوبة دي ممكن يكون أسبابة كثيرة من مثال فارغة سين مرات أو الخبرة المشرف يكون خبير سنوات عديدة والمعلم يكون جديد ربما كان هناك صعوبة في التواصل التواصل يعني الاندماج والانسجام بين المشرف التربوي والمعلم ربما كان عائقا من عوايق الاجتماعية التي تعوق الإشراف التربوي في أداة مهامه أيضا من العوايق ممكن مجموعة خامسة نقول العالم مع الواقعات الشخصية والذاتية دي فيها نقاط عديدة منها القيادة ضعف كفاية المشرف التربوي ذاته قلة الصغب النفس عدم الاسقرار الوجداني عدم الدرايب بالواجبات هذه اللغاة ذكرناها في المعوليات الشخصية اولவاتية اذا كان وجدت في المعلم او في المشرف او لم توجد في المعلم او في المشرف ممكن تكون عائق يعني مثال من المعوقات الشخصية الغيادة يعني صفات الغيادة يعني لا مكون أشعر occasions ربما كان عائقا من يقول miejscربامه صفات الغيادة فيها المبادرة فيها. غيادة معناها الزائعة. الغيادة في معانية هي فن التأثير في الآخرين. لو ما كان في المشرف هذا الغيادة فن التأثير في الآخرين يؤثر في المعلم وفي كذا يمكن أن يكون عايق خبير جدا. أو كانت حتى الصفاتها. الصفاتها هي المبادرة مثال يكون مبادر واتخذ الغرار دون تردد مع Smartive. معناتة وكذا. الخطوة الحسنة كثير الصفات الغيادة كثيرة إما توفرت في المشرف ربما تكون عايق وكذا يعني. أيضا من المعاوضات الشخصية قلة السغب النفس تجعل الإنسان لا يبادر بأراو أو يصدح بأراو أو كذا يعني ومنها أيضا كنا نقول الدرايب الواجهة مرين علاقة قبل قليل تتنوع يا إخوة وتتعدد المعاوضات والمشكلة الشرافة التربوي وذكرناه هنا حتى نحاول أن نتغلب عليها ونعالجها حتى لا يكون هناك عائقا في أن يؤدي الإشرافة التربوي مهامه وبالتالي نحاول أو نطور أو نحسن في العملية التربوية الأخوة الدارسون نكتفي إن شاء الله بذلك ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر